تجمع عشرات الآلاف من الإسرائيليين في تل أبيب لإحياء الذكرى العشرين على اغتيال رئيس الوزراء الأسبق إسحاق رابين التجمع الذي التأم بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون يعد بمثابة استعراض قوة نادر لمعسكر المعارضة الإسرائيلية في مواجهة سياسات رئيس الوزراء اليميني بن يمين نتنياهو يجب أن تقرروا أنتم جميعا عندما تغادرون هذه الساحة الليلة وتنتهي الموسيقى الجميلة والأفلام والقصة المذهلة عن حياته يجب أن تقرروا كيف يمكن التعامل مع إرثه إن كتابة الفصل الأخير من قصته يجب أن يتم من قبل الناس الذين ضحى بحياته من أجل أمنهم ورخائهم هكذا يقول الرئيس الأمريكي الأسبق وقتل رابين الذي وقع أولى اتفاقات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين في الرابع من نوفمبر عام 1995 على يد متطرف يميني